عشان خاطر شخص ثاني حاجة ودي حطي تحتها كده ايه واح اتنين تلاتة اربعة خمسة لما تيجي تبدأ وتتعلم في حاجة ما تخرجش منها لما تكون عارف ومتأكد انك تقدر تشرحها للي شرحها لك اضعف ده لو انت عايز تبقى ايه تبقى جامد زي اللي واخدين شهادان عشان ممكن اللي انت انفكر ان هو اخد تلات تلاف شهادة في مجاله ممكن يكون عارف نفس المعلومة بتاعتك بس انت تعمقك وفهمك واستعابك لها مع عدم موجود الشهادة يعني فلما تيجي تتحطوا في اختبار في انترفيو مثلا الشركات الكبيرة هتقول لك ايه مهاراتك هتقول لها انا معاها تلات تلاف مهارة وتختبر اللي معاها تلات تلاف مهارة وتختبر اللي معاها مهارتين بس متقنهم اوي هياخدوا ده ومش هياخدوا لان ده عنده تعمق وشرب للمعلومة وفهمة اكتر بكتير جدا من الشخص اللي كان بيحصلها والسلام اخب بالك من المعلومات دي كويس قوي خلي جوا دماغك ان انا مش بتعلم لغرض ان انا خلص الحاجة لا 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 انا بتعلم عشان خاطر ابقى جامد في الحاجة ولو بقيت جامد هتلاقي شغلي يا حبيب قلبي هتلاقي فرصة